السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية والتي سنتناول من خلالها موضوعا من موضوعات الكلمة والجملة نعم يا معلمتي الفعل المضارع تشرق مرفوعا بالضبن حالات إعرابية أخرى في الحقيقة لا أعرف هذه فكرة مذهلة عنوان الدرس إعراب الفعل المضارع أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد الفعل المضارع في الجملة بذقة يبين حالات إعراب الفعل المضارع الثلاث يفرق بين حروف النصب وحروف الجزب للفعل المضارع الفعل المضارع هو ما يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر مثل يقرأ محمد القصة ويتميز الفعل المضارع عن غيره من الأفعال بأنه يبدأ بحروف محددة تسمى حروف المضارعة وهي النون والهمزة والتاء والياء مثل نقرأ أقرأ تقرأ يقرأ هيا يا أبطال لنحدد الفعل المضارع في الجمل الآتية المثال الأول يشرب المريض الدواء حدد الفعل في هذه الجملة الفعل هو يشرب ما نوع هذا الفعل؟ يشرب يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر ونلاحظ أيضا بأنه قد بدأ بحرف الياء وهو حرف من حروف المضارعة إذن يشرب فعل مضارع المثال الثاني راجعت دروسي بجد واهتمام حدد الفعل في هذه الجملة الفعل هو راجعة ما نوع هذا الفعل؟ هو فعل يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي ونلاحظ أيضا خلوة هذا الفعل من أحرف المضارعة إذن راجعة فعل ماضي المثال الثالث تصدق على الفقير والمحتاج أين الفعل في هذه الجملة؟ الفعل هو تصدق ما نوع هذا الفعل؟ هو فعل بدأ بحرف التاء لكنه يفيد الأمر إذن تصدق فعل أمر المثال الرابع أمارس الرياضة كل صباح حدد الفعل في هذه الجملة الفعل هو أمارس وهو فعل يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر ونلاحظ أيضا بأنه قد بدأ بحرف الهمزة وهو حرف من حروف المضارعة إذن أمارس فعل مضارع أعزاء الطلاب تعالوا بنا لنتعرف على حالات إعراب الفعل المضارع من خلال قراءة الفقرة الآتية يا بني اعلم أن من يقدم المساعدة للآخرين أكثر سعادة ممن يحصل عليها فلا تنتظر من أحد أن يرد إليك المعروف وثق أن الله لن يضيع أجر من أحسن إلى الناس فبادر إلى مساعدة المحتاجين وشجع زملائك على ذلك كي ينتشر الخير والمعروف بين الناس مثال آخر لم يتأخر أحمد في شرح الدرس لزميله عادل الذي كان غائبا بسبب مرضه بما يشعر من يقدم المساعدة للآخرين أحسنتم بالسعادة والسرور ما واجبنا اتجاه المحتاجين ينبغي علينا مساعدة المحتاجين وتشجيع الزملاء على ذلك أعزاء الطلاب تعالوا لنتعرف على الأفعال الملونة هل هي أفعال مضارعة؟ أم أفعال أمر؟ أم أفعال ماضية؟ نعم إنها أفعال مضارعة فهي تبدأ بحروف المضارعة وتدل على حدث في الزمن الحالي تعالوا لنتعرف على حالتها الإعرابية هل جاءت جميعها في حالة إعرابية واحدة؟ لنبدأ بالأفعال الملونة باللون الأحمر ما علامتها الإعرابية؟ أحسنتم إنها مرفوعة بالضمة والسبب في ذلك أنها لم تسبق بأداة من أدوات النصب أو الجزب لاحظوا الأفعال الملونة باللون الأزرق ما علامتها الإعرابية؟ أحسنتم إنها منصوبة بالفتحة لماذا؟ لأنها سبقت بأدوات نصب وهي أن لن وكي والآن لاحظوا إلى الأفعال الملونة باللون الأخضر ما علامتها الإعرابية؟ أحسنتم إنها مجزومة بالسكون لماذا؟ لأنها سبقت بأدوات الجزب مثل لا ناهية ولم إذن نستنتج بأن الفعل المضارع ينصب إذا سبقه حرف من حروف النصب مثل أن لن وكي ثانياً ثانياً الفعل المضارع يجزم إذا سبقه حرف من حروف الجزم مثل لم ولا الناهية ثالثاً الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبقه حرف من حروف النصبي أو الجزم أعزاء الطلاب لنميز بين أدوات الجز وأدوات النصب لنبدأ اللعبة الكلمة الأولى أن هي من أدوات النصب الكلمة الثانية لن أيضاً من أدوات النصب الكلمة الثالثة كي أيضاً من أدوات النصب والكلمة الرابعة لم هي من أدوات الجز وأخيراً لن ناهية أيضاً من أدوات الجز نتأكد من الإجابة الإجابات صحيحة بوركت جهودكم وبعد أن تعرفنا على الحالات الإعرابية للفعل المضارع تعالوا بنا لنجيب على هذا التمرين اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية ألف العمل الجاد فراغ في تقدم البلاد أي من العلامات الإعرابية تناسب الفعل يسهم؟ هل سبق الفعل أدوات نصب أو جز؟ نلاحظ بأن الفعل لم يسبق بأدوات نصب أو جز وأصل الفعل المضارع أن يكون مرفوعاً إذن الإجابة هي يسهموا با أحب أن فراغ الناس فيما بينهم أي من العلامات الإعرابية تناسب الفعل يتعاون؟ نلاحظ وجود أدات النصب أن وهي تنصب الفعل المضارع بالفتحة إذن الإجابة هي يتعاون جيم فراغ تقترب من شاشة التلفاز أي من الأدوات المتاحة أمامنا تناسب الفعل تقترب؟ نلاحظ بأن الفعل تقترب قد جزم بالسكون إذن الأداء المناسبة لهذا الفعل هي لا دال أكثر من القراءة كي فراغ علماً أي من العلامات الإعرابية تناسب الفعل؟ نلاحظ وجود أدات النصب وهي كي وبالتالي فإن الفعل سيكون منصوباً بالفتحة إذن الإجابة هي تزداد أكثر من القراءة كي تزداد علماً ها السعادة لا فراغ بالتمني أعزاء الطلاب لنتوقف قليلاً عند هذا السؤال ثم نعود إليه وبعد أن توقفنا عند ذلك السؤال سأخذكم برحلة مشوقة إلى القمر ويشترط للفوز بهذه الرحلة والوصول إلى القمر أن تجيب عزيزي الطالب على هذا السؤال ما الفرق في المعنى بين هاتين الجملتين؟ الجملة الأولى لا تتكلم وأنت تأكل يا عمر الجملة الثانية عمر لا يتكلم وهو يأكل عزيزي الطالب أوقف الفيديو وفكر جيداً بهذا السؤال في الجملة الأولى في الجملة الأولى يطلب من عمر عدم التكلم أثناء تناول الطعام وفي الثانية لا يوجد طلب وإنما يخبرنا أن عمر لا يتكلم وهو يأكل ما الذي أفاد الطلب في الجملة الأولى؟ نعم وجود لا الناهية وما نوع لا في الجملة الثانية؟ أجل تسمى لا النافية وهي تنفي حدوث الفعل ولا تحمل معنى الطلب أو النهي وهي لا تؤثر في الفعل المضارع ويبقى الفعل مرفوعاً أما لا الناهية فهي تجزم الفعل بالسكون ما الفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ لا الناهية تطلب الكفة عن القيام بالفعل وتجزم الفعل المضارع أما لا النافية فهي تنفي حدوث الفعل ويبقى الفعل المضارع مرفوعاً أمثلة على لا الناهية لا تقطف الزهور لا تلعب في الشارع لا تؤجل عمل اليومي إلى الغد وأمثلة على لا النافية مثل الأمين لا يغش لا أهمل واجبي لا أحب الكسل إذن أعزاء الطلب نعود من جديد إلى السؤال هاء السعادة لا فراغ بالتمني ما رأيكم ما نوع لا هنا؟ هل تحمل معنى الطلب؟ أحسنتم لا يوجد فيها طلب وتنفي التمني في تحقيق السعادة إذن هذه اللا هي لا النافية وليس لها تأثير على الفعل المضارع ويظل الفعل مرفوعاً إذن الإجابة هي تتحققوا أعزاء الطلب أترك لكم السؤال واو كي تجيبوا عليه بمفردكم تعلمنا في درسنا لهذا اليوم أولاً مفهوم الفعل المضارع ثانياً حالات إعراب الفعل المضارع الثلاث وهي الرفع والنصب والجزب ثالثاً التمييز بين أدوات النصب وأدوات الجزب رابعاً الفرق بين لا الناهية ولا النافية وإلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الأول من درس إعراب الفعل المضارع آملين أن نكون قد وفقنا في نقله دمتم بخير وإلى اللقاء